أقبل العيد وهلا والهنافين تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين أقبل العيد وهلا والهنافين تجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه مشاهدي الكرام هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لأمة الإسلام قاطبة بهذا العيد الكريم المبارك إن هذا عيدنا أهل الإسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حق لنا أن نفرح بهذا العيد عيد مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف قف بالمصلى فهذا اليوم مشهود واذكر حديث الهدى فالقول محمود عيد أتيت وشهر الصوم منصرف من بعد أن كان للقرآن ترديد أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يا عيد أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه نعود إليكم نلقاكم مجددا أيها المشاهدون أيها المشاهدات مع جمع من المشايخ الأكارم الأفاضل من أهل هذه البلدة حفظهم الله تبارك وتعالى ووفقهم لما يحبه ويرضاه نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتطرق إلى بعض المواضيع التي لها علاقة بهذا الحدث العظيم وبهذا اليوم الكريم نبدأ بشيخنا الأستاذ الشيخ عبد الحليم حفظه الله تبارك وتعالى فالحقيقة لا ريب شيخنا الكريم لا ريب أن ما منا من أحد إلا وتتداخل عنده المشاعر والأحاسيس في مثل هذه اللحظات الطيبات المباركات لأنه من جهة يفرح ولا بد أن يفرح بهذا اليوم الذي هو يوم الجوائز ومن جهة ثانية يحزن ولا بد أن يحزن لفراق رمضان من جهة ثالثة فإنه يخشى عدم القبول وهكذا تتداخل عنده المشاعر والأحاسيس فهل من كلمة في هذا الصدد حفظكم الباري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين أما بعد فمن أعظم ما يوجه إلينا هذا اليوم المبارك وهذا اليوم السعيد من رسائل لأمة الإسلام هو أن يذكر المسلمين بأن الرب رب والعبد عبد في هذا اليوم تتداخل كما ذكرت حفظك الله المشاعر في صدر المسلم فاليوم الرسالة الأولى التي يوجه هذا العيد إلى المسلمين هو أن العبد يلتزم بأحكام الله عز وجل وينقاد لها فهو دائر دائما بين قطبين عظيمين افعل لا تفعل اليوم صم في يوم العيد حرام تصم فهذا يذكر العباد جميعا بأنكم عباد لله وأن ثمة آمرا وأن ثمة ناهيا وأن ثمة حاكما فالمسلم يعيش دائما تحت هذين القطبين افعل لا تفعل والعبودية أنه عبد لله لذا قلت هذا اليوم أعظم رسالة وجهها أن ثمة ربا وأنك أيها العبد عبد تنصاع إلى أوامر الله هذا أمر لا يخفى على أي أحد أنه الآن واجب عليك الصوم الآن يحرم عليك الصوم لكن ثمة تعبد آخر وهو تعبد خاص عبادة الخاصة الذين فعلا عبدوا الله عز وجل حق العبادة في هذا الشهر العظيم شهر الصيام شهر القيام شهر تلاوة القرآن تلك الأيام التي كانت أيامه تلاوة وخضوعا ولياليه قياما وخشوعا اليوم يقع هذا دليل إنه عبد لله صحيح أنه حزين لفراق هذا الشهر وهذا أمر لا يمكن أن يتنصر منه أحدنا خاصة العباد يحزنون لفراق هذا الشهر أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بالدماء لو عقلنا فهذا الشهر عظيم جدا فتراه يحزن حتى ابن مسعود رضي الله تعالى وينقل عنه أنه كان في صبيحة العيد يخرج وينادي الناس أيها من هذا المرحوم فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه فالمسلم الآن وهو يودع هذا الشهر الكريم كما يودع الحبيب حبيبه تراه سبحان الله في لحظة ويجب عليه أن ينقاذ إلى الله عز وجل فينتقل من حزن فلابد أن يتغلب على هذا الحزن ليفرح في اليوم الذي أمره الله بالفرح لماذا؟ لأنه هو أضحك وأبكى هو الذي يضحك وهو الذي يفرح وهو الذي يبكي حيث أمرنا بالفرح فلابد أن نفرح وأن نظهر الفرح في هذا اليوم هذه من أعظم رسائل هذا العيد المبارك طبعا دائما نركز على الرسائل والحكم والأسرار كما نذكر الشيخ المقعار حافظ الله لماذا؟ لأن إذا نسينا هذه الأسرار وهذه الحكم تحولت العبادات إلى عادات للأسف شديد حتى اليوم صار الناس يسموها تقاليد لا هذه عبادات عظيمة شارعا لنا ربو الأرض والسماوات فنقول كما تبني جامع ثم تحدد فرقة فلماذا تسميه جامع الجامع يجمع فكذلك هذا اليوم يأتي برسائل أول شيء كونوا عبادا لله الزوج ثاني شيء بداية هذا الشهر كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام شهر الصبر الصوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحار الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام لكن شوف البداية لكن شوف النهاية ولعلكم تشكورا بداية الصبر ثم نرتقي إلى مقام أعظم من الصبر وهو الشكر فهذا اليوم هو يوم شكر النعم شكر نعم الله نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى وأعظمها الإسلام أعظمها اتباع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم من أعظمها أيضا أننا وفقنا إلى عبادة الصيام التي حرم منها كثير من الناس صحي وغير ذلك مما وفقنا الله تعالى عليه أيضا من الرسائل التي يرسل إلينا هذا اليوم العزة أن عزة المجتمعات وعزة الأفراد عزة المجتمعات ذكرتم في ليلة العيد أمس حديث عظيم وهو أن الله أبدلنا بتلك الأيام لأعياد الجاهلية هذين العيدين عيد الفترة عيد النحر عيد الأضحى هنا رسالة للمسلمين أن لكم عزتكم أن لكم شخصيتكم ينبغي أن تحافظوا عليها لا تكونوا تابعين لغيركم كونوا تابعين لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا غيركم عندكم هنا رسالة إنسان تفطن كذلك عزة الفرد هنا عزة المجتمع هنا عزة الفضل تلاحظون في زكاة الفترة الشيخ زكاة الفترة تجيبه على كل من ملك فاضلا على قوت يومه زيادة هذه عندك أكثر من قوت يومك وأهلك خرج إذا كان لديك صاحب مع أنه فقير ثم هذا نفسه يعطى من الزكاة قد يسأل بزافة الناس يقول لك لماذا توجبون على إخلاط الزكاة ثم هو يقبل زكاة الفترة قال العلماء لأنه أقل شيء أقل شيء مرة في العام يوم واحد تكون يده عليا صحيح دائما يده سفلة دائما هو يشد أقل شيء اليوم هو يطلع يده ويمد هذه أيضا فيها رسالة إلى عزة الفرد كذلك فيها رسالة إلى الجد الحديث الذي ذكرتمه أيضا أمس عظيم جدا ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة لمن تكون الفسحة لمن تكون الفسحة أتكون لأولئك اللاعبين لأولئك المقامرين لأولئك المغنين لأولئك الممثلين الذين اتبعوا البرامج البهلاوانية والمسلسلات التي لا تسمن ولا تغني من جوه أتكون لهؤلاء فسحة هذا كان من له الفسحة إنما تكون فسحة لأصحاب الجد الذين اجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد في عبادة رب العباد سبحانه وتعالى هذه مجمل الرسائل التي يرسلوا إلينا هذا اليوم العظيم من أهم ما ذكرته أن المسلمين بغي أن يتغلب على مشاعر الحزن حزن الفئر نعم نحزن لفئرق هذا الشهر لكن لا بد أن نفرح لكما قال نبي الصلاة والسلام للصائم فرحتان كما ذكرتم أمس أيضا فرحة يوم فطره فهذا يوم فطر لا بد من إظهار الفرح والسرور والله تعالى أعلم وأزو أكرم تفضل شكرا حافظك الله فقد أجدتم وأفدتم بارك الله في هذا الباب أنا وديدت مدامنا في يوم العيد إن شاء الله تبارك وتعالى أننا نتحدث أو نقارن مقارنة سريعة بين عيدنا وعيد من سبقنا من سلفنا الطيبين الطاهرين الذين هم أسوة وقدوة لنا وقد كانوا بفضل الله تعالى يسيرون على ما جاء به نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه يعني مدابين مقارنة سريعة بين حالهم وحالنا إذا حب الشيخ أبو سعيد ربي يحضر أو الشيخ عبد القهار رحمة الله يدرك الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فلا شك أن سلفنا الصالح الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين كانوا على الهدى المستقيم وعلى الطريق القويم حيث إنهم في هذا اليوم لم يخرجوا عن هذا الوصف العام الذي وصفهم به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأستطيع أن أقول إن سلفنا الصالح كانوا في يوم العيد يعتبرونه مع كونه يوم فرحة وتوسع وأكل وشرب كان يوم عبادة لأن السلف الصالح كانوا يفهمون شيئا وهو عبارة عن قاعدة يسير عليها كل عابد لله يحقق العبودية لله تعالى في كل وقت لأن بعض الناس عندما يقرأ قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبودون معنى إلا ليصلون يجمع ماشي هذا هو المقصود المقصود حتى وإن فسرناها بقول عبد الله بن عباس حيث قال لي وحيدون أنا نحب هذا أيضا يفسر ويوضع يعني كلام ابن عباس والكثير من الناس ما وش فهم وش معتالي وحيدون ربما الناس يفهمها التوحيد القلبي فقط ما وش التوحيد القلبي فقط حتى التوحيد القصدي والتوحيد العملي والمقصود حبي نقول خوتي بلي السلف الصالح كانوا يسيرون على قاعد ويشنو هي تحقيق العبادة لله عز وجل في كل أحوالهم حتى في المباحات كانوا يحولونها إلى طاعات عندما يقرنونها بالنيات الصالحة حتى قال بعض العلماء ونحن في الحقيقة بحاجة إلى فقه النية لأن فقه النية مع أن تفق أصل هذا الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منئين منهم قال المباحات إذا اقترنت بالنيات الصالحات تحولت إلى قربات وطاعات سمى هذا العالم المعاصر سمى هذا المحول العجيب المحول العجيب صحيح محول العجيب النية انترك في يوم عيد تشرب في الشاي ما شاء الله وتأكل في المكسرات ماشي المكسرات بالصحب اللي ما عنده سنيه مكسرات هذا هو بالصح الآن هي مكسرات إن شاء الله والحلويات والحلويات كذا فإذا فأنا حبيت نقول رك تأكل وتفرح وكذا صحرك في عباد لأن هذا العيد ما هو نهاية العباد لأن بعض الناس كما نقوله يعلقوا العلم يصموا يعني الأبيض نهاري جيوم العيد وكين حتى لي لحقوا يتركوا الصلاة يا جماعة هذا هو ويعودوا حتى إلى الغي والفساد اللي كانوا فيه اللي كان يشرب الخمر يقول لي اللي كان يزني يقول لي اللي كان يشرب مخدرات وهكذا يقولوا لا لا أنا أقول والله أعلم أن رمضان هو مدرسة تكوينية يعني إيسا دخل فيه 16 صح دخل فيه تكوين واسمها مدرسة التقوى صح هذا هو فهذا المدرسة اللي هي مدرسة التقوى إيسا كي يخرج يخرج بشهادة وهي لعلكم تتقون معتى الآن انطالق عندك 11 شهر رك تزوت من التقوى باش تقدر تعيش في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى 12 شهر كاملة يعني بإذن الله إن شاء الله الخزان تاعك ما يفرقش بسعيدة صمت رمضان وقمته إيمانا واحتسابا حبيتنا يعني نقول يا الخوتي بالسلف كانوا يرون أن يوم العيد وإن كان يوم بهجة بسهو عبادة ما يخرجوش فيه عن النية وإن شاء الله التقوى بالمباح على طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا سبحان الله تلقى السلف في يوم السمه العيد يحملون هم الذي يذكره الشيخي العبد الحاليم وهو هم القبول فكان يعني عبد الله إبن مسعود يمشي في الطارق يقول يقول من المقبول فنهنية ومن المردود فنعزية أيها المقبول هنئن لك أيها المردود جبر الله مصيبتك إذن نعم نعم ولهذا كانوا كيهنيوا بعضهم يقول تقبل الله منه ومنكم أعظم حاجة على إنما يتقبل الله من المتقين لعلكم تتاقون شوفوا من المتقين لعلكم تتاقون ولذا قال أظني يحيى بن معاذ وهو من السلف مدام تكرموا عن السلف لأن يتقبل الله تعالى مني ركعة واحدة هكذا خير لي قال يعني من دنيا ما فيها قالوا وكيف ذاك قال ألم تقرأ وقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين قالوا يعني لك ربي يتقبل مني ركعة سلطة من المتقين ودرجة تقوى من يبلغها إلا من اصطفى الله واشتباه سبحانه وتعالى في الحقيقة سنن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرنا بها الشيخ أبو سعيد هي الحالة اللي كانت عليها السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين لا لأنهم كانوا يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وبالمناسبة قضية تغيير الطريق فقط شوفهم سبحان الله يوم من عيد يا ربينا على الاتباع علش تغير الطريق لأن النبي على السلم غير الطريق بسيطة ومشي بسيطة والله بسيطة صح الناس إذا حبوا يعرفوا الحكمة نقول لهم شوه مثلا ابن قيم ربي يرحمه في كتابه زاد المعاد نبه على بعض الحكمة قال لك أول حكمة شيخ نعم شيخ فاضي تفضل صدقنيك كلامك لا يوم الشيخ لكن إذا سمحت هذا الأسرار إن شاء الله عز وجل نذكرها بعد هذا الفصل القصير ما لإشان الفصل يسعدي باشي باشي نشرب شويتين إن شاء الله يفتاح وَهَلَّا وَالْهَنَا فِي نَتَيْهِ